إذن مشاهدين هذه التغطية مستمرة معكم سنبدأ هذه الساعة بأبرز العنوين موسكو تعلن استهداف مراكز تدريب تابعة للجيش الأوكراني وتقول إنها كانت تستخدم لتخزين أسلحة قادمة من دول أجنبية الكريم لن ينفي إجراء أي محادثات اليوم مع الجانب الأوكراني ويقول إنها ستستانف غدا تحذيرات من كارثة إنسانية في مدينة ماريو بول والجانبان الروسي والأوكراني تبادلان الاتهامات بالمسؤولية موسكو تدين حضر وسائل الأعلام الروسية في الدول الغربية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا مشاهدين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مراكز تدريب تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت إن تلك المراكز كانت تستخدم كقاعدة تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من دول أجنبية في صباح يوم الثالث عشر من مارس هجمت أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في قرية استاريشي وفي ساحة التدريب العسكرية في يافوريف في هذه المنشآت نظمت القوات الأوكرانية نقطة للإعداد والتنسيق القتالي للمرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد العسكريين الروس وكذلك قاعدة تخزين للأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من دول أجنبية نتيجة الضربة تم تدمير ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب ومجموعة كبيرة من الأسلحة الأجنبية سيستمر تدمير المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا اتهم مسؤول أمني أوكراني في منطقة لوغانسك الجيش الروسي بقصف بلدته بقنابل فوسفورية ووفق أوليكسي بيلوشيتسكي قائد شرطة بوباسنا الواقع على بعد حوالي 100 كيلو متر غرب لوغانسك استخدم الروس قنابل فوسفورية في المنطقة وفي دونباس أيضا أصيب بالضربات قطار في كراماتورسك ينقل نازحين باتجاه لفيف ووفق قائد المنطقة العسكرية لمنطقة دونتسك الذي أكد أن القصف خلف قتيلا وجريحا وفيما يستمر القصف الروسي على عدة مناطق وتواصل قواتها أيضا سيطرتها على عدة جيوب استراتيجية في أوكرانيا يواصل الأوكرانيون محاولاتهم الدفاعية خصوصا في العاصمة كييف العمليات العسكرية في أوكرانيا تشتد بينما يضيق الخناق على العاصمة كييف القوات الروسية تواصل سيطرتها على عدة جيوب استراتيجية في أوكرانيا خصوصا على طول الساحل الجنوبي وشرقا وشمالا وباتت متمركزة على عطراف كييف الغربية وشرقية يأتي ذلك في ظل صعوبات تواجه تلك القوات في سيطرة على مدن كبيرة مثل خاركيف وفي ضحيتي بوتشا وإربين شمال شرق كييف في مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا أصبحت المدينة شبه مهجورة على وقع قصف مكثف منذ عدة أيام أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وفق حاكم المنطقة في مدينة أوديسا الأوكرانية واصل السكان المحليون الاستعداد للتقدم القوات الروسية من خلال صنع شباك تمويه وزياجات مولتوب للجنود والمتطوعين المدنيين العازمين على الدفاع عن مدينتهم نحن مستعدون للموت ولسنا خائفين من دفع الثمن مهما كان باهضا على الجبهة الشرقية من العاصمة كييف الأوكرانيون يصدون الدبابات الروسية تلك في محاولة لتحصين العاصمة من هذه الجبهة في العاصمة لم تعد غير الطرق المؤدية إلى الجنوب مفتوحة فيما تستعد المدينة بأكملها للدفاع بقوة في انتظار لحظة حسم المعركة لصالح من روسيا أوكرانيا عصام عبد السلام العربية معنا الآن مشاهدين من واشنطن ميك ميلروي النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط أهلا بك أستاذ ميك معنا أستاذ ميك أريد أن أستفيد من خبرتك العسكرية لنفهم ونعرف تقييمك لمجريات المعارك على الأرض حتى هذه اللحظة العملية العسكرية في أسبوعها الروسية طبعا في أوكرانيا في أسبوعها الثالث وعلى ما يبدو تقدم بطيء نوعا ما للقوات الروسية في هذه المعركة يسعدني أن أكون معكم أعتقد أنه على غرار معظم المحللين العسكريين فقد تفاجأنا بانعدام قدرات القوات النظامية الروسية وأن أوكرانيا هي دولة مجاورة لهم ولكن كان مفاجئا أن الأوكرانيين بأنفسهم استطاعوا أن يعرقلوا هذا الغزو الروسي رغم فارق القوة فهذا لا يعز فقط إلى الأسلحة التي تم تقديمها من قبل الغرب بل بسبب عزيمة المواطنين الأوكرانيين الصلبة لمواجهة الروس هذا قد يشرح كل شيء لكن مع ذلك فأن روسيا يتفوق قواتها نظيرتها الأوكرانية بأعداد كبيرة وقد قرروا أن يعملوا على استهداف المدنيين بصورة مباشرة من أجل تعويض عدم الكفاءة العسكرية ما قد نراه في المراحل القادمة استهداف المدن الحضرية ومحاصرتها من قبل القوات الروسية التي عليها أن تقرر إذا ما كانت سوف تدخل في معركة برية أو مواجهة الأوكرانيين شخصاً وفي مواجهة الشخص الآخر نعم سيد ميك أنت ذكرت قبل قليل بأن هذا البطء في تقدم القوات الروسية تعزيه لصمود القوات الأوكرانية ليس فقط بسبب الأسلحة التي تلقوها ولكن هذه الأسلحة هي جزء مهم وكبير جداً من هذه المعادلة إلى أي مدى مكنت هذه الأسلحة وما هي نوعيتها ربما أو أكثر الأسلحة التي فادت هذه القوات الأوكرانية في قدرتها على الصمود أنظمة الأسلحة التي رأيناها متنوعة كنا قد رأينا منها نظام جافل وهي مضادة للمدرعات بالإضافة إلى ستينجر المضادة للطائرات فقد تم تزويدها بكمية كبيرة من قبل المملكة المتحدة وبقية دول حلفاء ولابد من ضمان تزويدها بصورة مستمرة وفي حالة انقطاع خطوة الأمداد لا بد من تأمين مثلاً انزالها جواً أو بأي طريقة ممكنة من أجل الاستمرار في الصمود في مواجهة الروس كمان ذلك يوجد أنظمة دفاعية جوية مثل طائرات الميك 29 التي طلبتها أوكرانيا والأمر متروك للولايات المتحدة والنيتو للتوصل إلى حل من أجل مساعدة أوكرانيا في التصدي لعمليات القصفة الروسية فهي سوف تغير إلى حد كبير من المعادلة في المعركة وسوف تقوم أيضاً بإضعاف القوى الجوية الروسية التي لديها الهيمنة الأساسية على هؤلاء السكان المدنيين أستاذ ميك رغم هذا الكلام وهذه الأسلحة وهذا الصمود الأوكراني إلا أنه عدم التكافؤ العسكري ما بين أوكرانيا وروسيا شيء لا يخفى على أحد إلى أي مدى باعتقادك ستستطيع أوكرانيا الصمود تحديداً مدينة كييف وهل سقوط كييف نهاية هذه المعركة؟ بعد مرور ثلاثة أسابيع ما من شخص يمكنه التنبؤ ما الذي قد يحدث؟ فهناك روسيا التي قامت باستدعاء ثلاثة أضعاف عديد جنودها بالمقارنة مع الأوكرانيين وقامت بطلب مرتزقة من سوريا ومناطق أخرى وكانت قد عززت من استخدام أسلحتها الفسفورية ونأمل أن لا تستخدم الأسلحة الكيموية كما عكفت على فعل ذلك قد تلجأ روسيا إلى فعل ذلك فقد لا تضطر عندها لقتل الجنود بل تكتفي بمجرد إلقاء تلك القنابل الكيموية إلى أي حد سوف يستمر هذا الغزو قد يكون هناك حالات من المواجهات بين المتمردين في أوكرانيا مع الروس روسيا لا يوجد لديها جنود بالعدد الكافي لمواجهة الأوكرانيين وسوف تحتاج إلى ثلاثة أضعاف ما تستخدمه الآن ولا أعتقد أنه لديها تلك القدرة على تكليف كل هؤلاء الجنود في روسيا هذه عملية إذلال لما نراه من قبل التصرفات الرئيس بوتين ونأمل أن يقوم الآن بالعمل على الحد من هذه الأساليب الوحشية التي قد تفضي إلى قتل المئات أو الآلاف من المدنيين في أوكرانيا نعم شكرا جزيلا لك من واشنطن ميك ميلروي النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط قال المتحدث باسم الكريملين ديميتري بيسكوف أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستستأنف غدا الأثنين بصفة رسمية جاء تصريحات بيسكوف ردا على ما قاله أحد المسؤولين الأوكرانيين أشار بخصوص إجراء محادثات اليوم مع الطرف الروسي مع التركيز بشكل خاص على الوضع حول مدينة ماريو بول المحاصرة يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الخارجي الأوكراني ديميترو كوليبا على تويتر أنه تحدث هاتفيا إلى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين وفي وقت سابق قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني قال أن بلاده لن تتخلى عن مواقفها مشيرا في نفس الوقت لاحتمالية الوصول إلى نتائج ملموسة مع روسيا في الأيام المقادمة روسيا تنظر الآن إلى العالم من حولها بشكل أكثر ملأمة وهي أكثر تقبلا للموقف الأوكراني المثبت في ساحة المعركة وسلوك أوكرانيا فيما يتعلق بالدفاع عن مصالحها مقترحاتنا مطروحة على الطاولة وهي صعبة وتشمل انسحاب القوات ووقف يطلق النار وما إلى ذلك لن نتخلى عن مواقفنا روسيا تفهمها بالفعل وتبدأ في الحديث بشكل بنا أعتقد أننا سنصل إلى نتائج ملموسة في أيام معنا الآن من دونباس شرق أوكرانيا الصحفي محمد البابا أهلا بك أستاذ محمد معنا أستاذ محمد بداية نريد تلخيص ربما لأبرز التطورات الميدانية عسكريا على الأرض في الساعات الأخيرة التطور الأبرز هو ما يحكي عن وجود رمضان كاديرو في منطقة دونسك ليقود العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا مع انخراط قواته الشيشانية في مساعدة الجيش الروسي والانفصاليين في الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني اليوم كان هناك اشتباكات عنيفة جدا في كافة المناطق وخطوط التماس بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من الجيش الروسي وما وراءهم كان هناك محاولة للخروج من منطقة سيفوردونسك ولكن الجيش الأوكراني قام بهجوم مضاد وتراجع للقوات الروسية إلى خارج منطقة سيفوردونسك وأيضا هناك تقدم للجيش الروسي في محور لوجانسك في شمال منطقة لوجانسك تتقدم للسيطرة على بعض الكرة تراجع الجيش الأوكراني هناك ممكن القول حركة أخذ ورد في تلك المنطقة بين الجيش الأوكراني فطارة تتقدم الكوات الروسية الجيش الأوكراني يضرب الكوات المتقدمة ثم تتراجع النقطة الثانية في تلخيص اليوم هي منطقة نيكالايف التي تعرضت لغارة جوية كبيرة تم تدمير مدرسة بالكامل معلومات عن سقوط ثلاثة إلى أربعة قتلة وأكثر من عشرين جريح في المنطقة التي تم قصفها بالطيران أيضا في موازات ذلك كان هناك هجوم من جهة المجهة الشرقية لمدينة نيكالايف الجيش الأوكراني تراجع قليلا ثم بعدها عند الساعة الثانية ظهرا قام بهجوم كبير وعنيف على الكوات الروسية واستطاع إبعاد الكوات الروسية على بعد أربعة عشر كيلومترا من حدود مدينة مدينة نيكالايف في كييف لا تزال التحركات العسكرية مستمرة الجيش الروسي يحاول التقدم جنوبا من الطرفين من الطرف الشرقي والطرف الغربي لكييف وذلك لإحكام السيطرة بشكل كامل على مدينة كييف إلا أن أيضا تواجه مكاومة عنيفة من الجيش الأوكراني الذي استطاع أن يعيق تقدم الكوات الروسية وذلك عبر الأسلحة الاستراتيجية التي يتلقها بشكل مستمر من الشركاء الغربيين كما قال متحدث باسم الجيش الروسي الأوكراني وهذا يعيق بشكل كبير تقدم الكوات الروسية وهناك معلومات أن هناك حشود من الجيش الشيشاني أو ما يسمى بالأوكرانية كاديروف مجموعات كاديروف تتقدم لتشارك الجيش الروسي في الهجوم على مدينة كييف نعم سيد محمد هذا في الشق العسكري ماذا بالنسبة للشق السياسي الكريملين أعلم بأن المفاوضات ستستأنف في الغد وهي مستمرة منذ عدة أيام ولكن لا اتفاق على وقف إطلاق النار ما بين الطرفين ماذا نتوقع؟ هل يمكن أن يكون هناك نوع من أنواع الاختراق في هذه المفاوضات؟ أحد المسؤولين الأوكرانيين اليوم قال في حديث داخلي أن مجرد عدم قدرة الجيش الروسي على تحقيق انتصار كبير لا يبشر بأفق بأي أفق لأي حل في القريب العاجل ولكن يجب أن نعلم أن كل المفاوضات التي تجري في الوقت الحالي هي فقط للتنصيق في الممرات الآمنة لإخراج المدنيين من المناطق التي تقع تحت احتلال أو تحت سيطرة أو تحت حصار الكواد الروسية خاصة معظم المشاورات التي تجري اليوم كان هناك بعض الاتصالات وغدا في الوفدين بين الوفد الأوكراني والوفد الروسي الذي سيكون الاتصال عبر تقنية الفيديو هو هدفه فق الحصار أو فتح ممرات إنسانية لمدينة ماريوبول مدينة ماريوبول التي تتعرض لأقصى أنواع المأساة الإنسانية في تلك المدينة اليوم الرابع عشر أو الثالث عشر على التواري تحاصر من جميع الأنحاء هناك انقطاع في الكهرباء هناك انقطاع في شبكات الري وأصبح هناك مشكلة في الغذاء أيضا في مدينة خرسون أيضا بدأت الصرخة ترفع عمدة المدينة صرح اليوم أن هناك أزمة إنسانية انقطاع للطعام ولأدوية في تلك المدينة لذلك الاتصالات والمفاوضات التي تجري بين الجانبين الأوكراني والروسي الهدف الأول هي إيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات لخروج من يريد أن يخرج من تلك المدن باتجاه غرب أوكرانيا وبعدها النزوح إلى أوروبا أما الحديث عن مفاوضات لوقف إطلاق النار لأن السقف عالي جدا حتى الرئيس الأوكراني أو التقم السياسي في أوكرانيا لا يستطيعون التراجع والردوخ للمطالب الروسية وأيضا روسيا لا تستطيع التراجع لأن هيبة الجيش الروسي أصبحت على المحاك خاصة بعد فشل سكوط كييف لليوم السبع عشر على التوالي نعم شكرا جزيلا لك محمد البابا الصحفي كان معنا من دونباس شرق أوكرانيا كشفت وسائل أعلام بريطانية عن تعيين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رجل أعمال روسي الأصل عضوا في مجلس اللوردات البريطاني في عام 2020 أفدت صحيفة The Sunday Times البريطانية بأن أجهزة الاستخبارات الخارجية أعربت قبل عامين عن مخاوفها من تعيين من هذا القبيل لكن جونسون تجاهل تساؤلتها ويواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سئلة خطيرة بخصوص هذا الموضوع حسب ما نشرته وسائل أعلام بريطانية على جانب آخر قال وزير إدارة التسوية والإسكان البريطاني مايكل جوف أن بلاده أصدرت أكثر من ثلاثة آلاف تأشير لعائلات أوكرانية من خلال برنامجها للاجئين وتوقع الوزير البريطاني تدفق عشرات الآلاف من أوكرانيا إلى بلاده خلال الفترة المقبلة موضحا أن الحكومة قررت منح 350 جنيها استرلينيا لكل شخص يستضيف أوكرانيا في منزله من جهة أخرى قال مستشار الخزانة البريطانية ريشي سوناك إن الشركات البريطانية التزمت بتجريد ارتباطها بالأصول الروسية وأكد سوناك أن أصحاب الأعمال البريطانيين متفقون على أهمية إحداث أكبر ضرر ممكن على بوتين ونظامه Since the start of the Russian invasion we've seen widespread commitments from firms and investors to end their involvement with Russian assets or in other words to divest Companies such as BP, Shell, Aviva, M&G and Vanguard to name but a few have already announced their intention to reduce or sell holdings in Russia I want to make it crystal clear that if firms or investors decide that they need to end their financial relationship with Russia then the government fully supports you And when I met leading businesses last week I welcomed the consensus on the need to inflict maximum economic pain on Putin and his regime Until recently the UK companies held tens of billions of pounds of investments in Russian assets I am urging asset owners and managers to think very carefully about any investments that would in any sense support Putin and his regime As the Prime Minister has said Diplomatically, politically, economically and eventually militarily This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure معنا الآن مشاهدين من لندن ريمة مكتبي مراسلة العربية ومن واشنطن حسين طود مراسل العربية أهلا بكم معنا سأبدأ معك ريمة من لندن ريمة العديد من أنقاط وذة أسألك عنها دعينا نبدأ بموضوع المسائلة أو على الأقل هذه الأسئلة التي يمكن أن يواجهها الوزير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد الإعلان عن أنه كان عين أحد رجال الأعمال الروس رغم تحذيرات الاستخبارات البريطانية قبل عامين بصراحة راوية لا أعرف عن من تتكلمي من تم تداول اسمه على وسائل الإعلام هو أصلا حامل للجنسية البريطانية ويملك صحيفة في بريطانيا وبالتالي كان هو من أصول روسية وأعطي هذا اللقب لا أعرف إذا كنت تعني شخص آخر لا هذا هو أعتقد بأنه هذا هو الخبر في السوندي تايمز ربما لم يتحدث أو لا نعرف الاسم بالضبط ولكن هذا ما تم الحديث عنه طيب على كل حال ريمة هو حامل للجنسية البريطانية كان هناك جدل عن بعض الشخصيات الروسية التي تحمل الجنسيات البريطانية والتي قد يكون لها علاقة أو من ضمن العائلة لها علاقة بحلقة بوتين على كل حال هناك بعض الشيء يعني عدم تفرقة بين الناس اليوم قابلت سيدة روسية قالت أنه أقف عقد عملها في إحدى الجامعات المرموقة هنا مع أنه والدتها أوكرانية وهي لا علاقة لها بنظام بوتين لا بد أن الأمور ستهدأ بعض الشيء بالمراحل المقبلة ويتم فرد من هو مع بوتين أو يتعامل معه ومن لا علاقة له طيب ابقي معي ريمة سأذهب إلى مرسلنا حسين الطود من واشنطن أهلا بك مجددا حسين معنا حسين يعني ربما آخر وأبرز التصريحات الأمريكية الرسمية هذا اليوم حول ما يجري شكرا راويا سأبدأ طبعا بمستشار الأمن القومي جايك سوليفن الذي كرر تحذير الرئيس بايدن من أنه إذا استخدمت روسيا السلاح الكيميائي سيكون الرد قاسي وباهظ على نظام أو على فلاديمير بوتين والحاشية التي معه طبعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي قال أيضا في تصريحات صحفية اليوم أن وزارة الدفاع لا ترى أي مؤشرات على اقتراب أو على استعمال وشيك للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية من قبل الروس ولكنه أضاف بأن وزارة الدفاع تراقب الأمور عن كثب طبعا اليوم سمعنا تجدد للدعوات من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي لإعطاء الأوكرانيين طائرات ميجا 29 سمعنا هذا من السيناتور الجمهوري البارز بوب بورتمان الذي قال أن هذه الصفقة يجب أن تتم ويجب أعطاء الأوكرانيين هذه الطائرات لأنهم يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم أيضا كان هناك تحذير لافت عبر تويتر من قبل السيناتور الجمهوري البارز أيضا ماركو روبيو الذي قال وحذر من أن الغارات الجوية الروسية التي استهدفت غرب أوكرانيا هي جزء من خطة من أجل استهداف شحنات الأسلحة التي يحصل عليها الأوكرانيون من قرب الحدود البولندية هذا أيضا يندرج في صياق انتقادات يوجهها الجمهوريون لإدارة بايدن على رأس كان اليوم الكبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريتش الذي انتقد ما وصفه بضعف الإدارة الأمريكية إدارة بايدن منذ البداية قائلا إنهم أي الجمهوريين طالبوا الإدارة منذ البداية بفرض عقوبات لكنها رفضت ثم عندما بدأ الهجوم فرضوا العقوبات قال طلبنا الإدارة بإعطاء وتسليم الأوكرانيين أسلحة ضد الطائرات وضد المدرعات رفضوا ولكن عندما بدأ الأوروبيون بإعطاء الأوكرانيين هذه الأسلحة عادوا وأعطوهم أسلحة يقول يجب أن لا نظهر الضعف لروسيا لكي نمنعها من التمادي بهجوم نعم نعم طيب حسين نبقى معي سأعود لك مجددا ريما ريما طبعا تسهيلات كبيرة لإعطاء تأشيرات لعائلات لاجئة أوكرانية إلى بريطانيا صحيحيني إذا كنت مخطئة هل يمكن القول بأن هذه تسهيلات غير مسبوقة الحديث ليس فقط عن إعطاء تأشيرات ولكن حتى لدفع أموال يعني لعائلات مستعدة عائلات بريطانية مستعدة لاستضافة أوكرانيين المبالغ ربما غير مسبوقة لكن راوية الحكومة البريطانية تقوم بالكثير من الإعلانات لتفادي المشكلة الأساسية لن تقبل بلاجئين أوكران من دون تأشيرات لن تقوم ما قامت به أوروبا ويعني لم نسمع أن الرقم تم إضافته عن المئتين ألف شخص حتى اللحظة وعدد التأشيرات التي تمنح بسيط جدا يعني تقوم الحكومة البريطانية بسبب كل الضغطات عليها بالإعلان عن خطوات معينة بعضها مثل حملة علاقات عامة لكن بالمضمون هي أقل دولة من كل الدول التي مستعدة للتنازل عن موضوع التأشيرات من التسهيلات التي قامت بها أعطت نوع من تشجيع للعوائل البريطانية التي تريد أن تستضيف عوائل أوكرانية أعطت مبالغ لهذه العوائل ولكن رغم ذلك على هؤلاء أن يقدموا على تأشيرة وعدد الذين يأخذون هذه التأشيرة قليل العدد الإجمالي 200 ألف ليس بقليل ولكن المشكلة أن هذه الأعداد ستكون خلال أشهر وثنوات وربما الأوكران ليس لديهم هذا الوقت يعني هناك قصف ومن يريد أن يترك بلاده سيتركها يعني هربا من الوضع على الأرض وباحثا عن الأمان ليس لديه وقت ليقدم لتأشيرة دخول يعني لا بيزا لا وبعضهم لا يملك باسبورات خرج بثيابه هناك الكثير من الجدل حتى الرئيس الفرنسي وضع ضغوط على الحكومة البريطانية المعارضة أيضا لكن هناك مخاوف حقيقية أمنية لدى بريطانيا تخاف من عناصر مندسة أو أوكران متعاطفين مع الروس ويقوموا بإخلال بالأمن على الأراضي البريطانية وهي كانت ذاقة الأمرين بتسميم معارض روسي بعام 2018 وتحاول أن لا تتكرر هذه التجربة نعم نعم ابقي معي ريما بمشاهدنا فقط في الأخبار العجلة التي تأتينا الآن نذكركم بهذا الخبر وزير خارجية أوكرانيا يقول يجب زيادة الضغط على روسيا حتى تتوقف عن هجومها وأيضا أوكرانيا بحثت مع نظيرتها إذن أوكرانيا أيضا كما كنت ذكرت وزيرة خارجية أوكرانيا تقول بحثت مع نظيرتي البريطانيا فرض المزيد من العقوبات على روسيا سأعود مرة أخرى الآن إلى حسين من واشنطن حسين ريما كانت تتحدث قبل قليل إذن عن بعض التسهيلات لتأشيرات لاستضافة لاجئين في بريطانيا هل الولايات المتحدة لديها برنامج مشابه وإن كانت بعيدة جغرافيا بشكل كبير ربما هي فيما يتعلق باللاجئين راوية أبرز ما قدمته الولايات المتحدة حتى الآن هو قانون الحماية المؤقتة للأوكرانيين الذي يمنع ترحيل الأوكرانيين الذين انتهت إقامتهم هنا أو الذين كانوا على لوائح الترحيل وتسمح الآن للأوكرانيين هؤلاء الأوكرانيين بتعطيهم إقامة مؤقتة لمدة 18 شهرا وأيضا حسب ما أعلن يسمح لهم أيضا بالعمل طبعا هذه الإجراءات المتخذة هنا في الولايات المتحدة هي بعيدة عن الإجراءات في أوروبا ولكن تعتبر استثنائية في حقيقة الأمر بطبيعة الحال يسمح لأي مواطن أوكراني هنا ليحمل الجنسية الأمريكية أو لديه جرين كارد أن يقدم على معاملة من أجل أن يأتي بأقاربه ولكن طبعا هذه المعاملات تأخذ وقتا هنا في الولايات المتحدة لا نعرف الآن إذا كان سيكون هناك تسريع بالنسبة للأوكرانيين أم لا حتى الآن لم يصدر قرار أو بيان بهذا الشأن الأمريكيون فقط حتى الآن ما فعلوه هو أنهم قدموا الحماية المؤقتة التي بموجبها لن يتم ترحيل أي أوكراني حتى لو كانت قامته قد انتهت أو أنه كان مخالف للقانون لا يستطيعون بموجب هذا القانون أن يرحلوه إلى أوكرانيا لأن أوكرانيا تشهد عنفا وتشهد حرب وهي ليست مكانا آمنا ولكن كما يقول الأمريكيون عندما تقارن إجراءاتهم بإجراءات الأوروبيين باستثناء طبعا بريطانيا كما أوضحت زميلاتنا ريما هي إجراءات بعيدة يعني الأوروبيون متقدمون على الأمريكيين بهذا الشأن نعم شكرا جزيلا لك مشاهدينا كان معنا من واشنطن أحسين الطوض مراسلة العربية وأشكر أيضا من لندن مراسلة العربية ريما مكتبي تواصل القوات الروسية محاصرة العاصمة الأوكرانية كياب هذه أبرز الأخبار لأجل التي وردت ما الذي يعني هذا تطور العسكري أهم ما يأتي الآن من واشنطن لديك تفاصيل أكثر حول العقوبات الأمريكية الجديدة الأوكرانيون يحتشدون هنا على هذه الحدود عقوبات جديدة من الرئيس بايدن لجعل هذه الحرب مكلفة على رئيس بوتين هل القصف ما زال مستمرا وأين يتركز؟ قالها بوريس جونسون نحن نخاف من استضامة أو حرب تقع بالخطأ أكد بوتين لمكرون أن روسيا لا تخرب هذا القانون الإنساني الدولي تم تطويق كل من مدينة ماريوبل وخركيف وخيرسون الذي يجري في العاصمة الأوكرانية حتى الآن نحن الآن نتحدث عن حصار كامل للعاصمة كي لا يسمح لنا بتصوير كل شيء هنا نبقى دوما مع تصويرات ميزانية لحظة بلحظة أدانت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجي الروسية حضر وسائل الإعلام الروسية في الدول الغربية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت زخاروفا أن الغرب خلع عنه أقنعة الحرية والديمقراطية بعد هذه القرارات مشيرة إلى أن الدول الغربية تفعل ما تشاء ثم تندد بحرية تعبير في روسيا زخاروفا أكدت أيضا أن مواقع التواصل الاجتماعي الغربية أصبحت متحيزة دون مواربة بعد أن حضرت القنوات الروسية في انتهاك صارخ لحرية التعبير معركة الدبابات والمدافع تتحول إلى معركة عمادها الصورة والكلمة ففي الفضاء الإلكتروني تشرع روسيا أسلحتها لتبرير الحرب وإقناع المتابعين بشرعيتها بينما يشن الغرب دعاية إعلامية مضادة لإظهار موسكو بمظهر الجلاد الذي لا يرحم هي حرب غير متكافئة فالمنصات الغربية مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك استبعدت موسكو من السجال على فضاءاتها بدعوة ترويج لخطاب الكراهية لكنها فتحت الطريقة أمام خطاب عدائي من جهة الغرب ما أثار تساؤلات حول مصداقية تلك المواقع واسعة الانتشار وبالحادث عن المصداقية ضربت منصة ميتا على سبيل المثال بسياستها المتعلقة بخطاب الكراهية عرض الحائط وسمحت لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض الدول بالدعوة للعنف ضد الروس أما موقع يوتيوب الذي تملكه شركة جوجل أعلن أن حضر وسائل الإعلام الممولة روسيا صار يشمل أنحاء العالم وليس فقط أوروبا وقال وسبق للموقع أنحذى حذو نظرائه فيسبوك وتويتر وحذر وسائل إعلام مثل سبوتنيك وارتي في أوروبا ردا على الحملة ضد وسائل الإعلام الروسية حذرت موسكو فيسبوك على أراضيها وقيضت الوصول إلى تويتر وتنوي أيضا تقييد الوصول إلى إنستغرام التي تتهمها بالترويج للعنف ضد الروس فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا منع الروس من الوصول الحر إلى مواقع التواصل الاجتماعي يجرد موسكو من عنصر مهم في الحرب فهي تدرك خطورة المنصات الإلكترونية وسبق أن سخرتها في عملياتها السرية لتوجيه الرأي العام في الغرب إلين يوسف العربية معنا على مشاهدين من القاهرة دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أهلا بك دكتور طارق معنا دكتور طارق منذ قبل بدأ هذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والحديث عن نظام عالمي جديد عن توازنات وتحالفات وأقطاب يعني سياسية تغير وجه العالم كما عرفناه منذ الحرب العالمية الأولى والثانية الآن وبعد ثلاثة أسابيع من هذه المعركة هل يبدو بأن الوضع سيكون كذلك أم أنه ربما لا وبالتأكيد سنكون في مرحلة انتقالية من عمر النظام الدولي لكن من المبكر أن نقول أننا متجهون بقوة إلى نظام جديد متعدد الأقطاب وما إلى ذلك هذا طبعا تسهيل في التحليل السياسي والأكاديمي إنما نحن في مرحلة من حالة عدم الاستقرار في بنية النظام الدولي الأمر اللي حيرتب بطبيعة الحال أولويات جديدة في النظام الدولي سعود يعني بعض القوى للعمل بجوار الولايات المتحدة ستكون مسؤولة بطبيعة الحال عن إدارة هذا النظام الدولي إضافة إلى التنظيم نفسه التنظيم الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ووكلتها وغير وبالتالي نحن أمام مرحلة هي مرحلة انتقالية تستطيع أن تضع عنوان لها مهم جدا وهو مرتبط بشكل الفواعل الرئيسية التي ستدير المنظومة الدولية كيف تتوقع رؤيتك لكيف ستكون دكتور خصوصا وأنه مثلا بعض المراقبين كانوا يتوقعون بأنه يكون هناك موقف أكثر وضوحا وأكثر صرامة من الصين ربما يساند روسيا لم نشهد ذلك ما هي نظرتك أو توقعاتك لهذه المرحلة الانتقالية وما بعدها المرحلة الانتقالية مرتبطة حضرتك بالفواعل الرئيسية في إدارة الأزمة الصين حتى الآن تترقب ما سوف يجري وسيكون لها دور بطبيعة الحال في أي ترتيبات أمنية وسياسية في دور لاحق سواء في ممارسة دور الوسيط المباشر وفي حجز مكان في إطار الترتيبات الأمنية والاستراتيجية على المدى الطويل لا نتحدث هنا عن إدارة الأزمة الحالية بطبيعة الحال هناك تفاعلات عديدة من أطراف إقليمية وفواعل غير مؤسرين وأطراف تسعى إلى دور ممارسة دور الوساطة لكن القوى الرئيسة في هذا هي الصين باعتبرها قوى مترقبة لما يجري على المستوين صحيح أنها تتجه إلى دعم الموقف الروسي لكن الصين لها حسابتها وتقديراتها في مناطق نفوزها المباشرة وبالتالي سيكون لها دور في تقرير مصير الترتيبات الأمنية لأنه لا تصدق حضرتك أن الترتيبات الأمنية ستشمل فقط أوكرانيا وروسيا وأن هذه الحوارات التي بدأت هي حوارات استطلاعية سيليها حضرتك الحوار الرئيسي أو المركزي ما بين دول حلف الأطلنطي وروسيا من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر ثم ستدخل الفوعل الرئيسية وعلى رأسها الصين وربما الهند وربما أيضا أطراف أخرى إذن نحن أمام هذه المرحلة ستدي لحضرتك مؤشر لشكل ما هو قادم في هذه المنطقة لكن بطبيعة الحال ستنعكس على الأقاليم المختلفة إذن بنيت النظام الدولي ستتغير مرحليا وسيكون هناك صعود وهبوط لبعض القوى المؤسرة لكن ستكون الولايات المتحدة ضمن هذه القوى الرئيسة لكنها لن تكون وحدها هي التي ستكرر الدول الأوروبية أيضا سيكون لها دور لكن ستخرج بطبيعة الحال من النطاق الفرنسي الألماني وهما من يكونوا قطرة الاتحاد الأوروبي هناك أطراف ستخرج من هذه المنظومة موضوع تمدد الحلف وتوسعه وما إلى ذلك لن يتم بصورة أو بأخرى حتى لو استمرت الكثير من التوقعات المتعلقة بانقسام الحلفة تفكك وتركيبة التحالفات الموجودة هيبقى فيه فك وتركيب للتحالفات الإقليمية والدولية كل ده هيأثر بطبيعة الحال حضرتك على بنية النظام الدولي وبالنسبة لروسيا خصوصا مع هذه الكماشة الاقتصادية الخانقة التي ترزح تحتها الآن بغض النظر عن مخرجات هذه الحرب سواء حسمتها روسيا قريبا أم لا حسم هذه المواجهة سيستمر لبعض الوقت لكن أعتقد أن روسيا ستستطيع أن تفلت من بعض العقوبات لأن تنفيذ العقوبات وتفعيلها بصورة كبيرة وإقاع أكبر ضرر بالجانب الروسي سيأخذ عدة أشهر لأن هذه العقوبات تحتاج إلى تولز أدوات أو أليات للتأثير المباشر على ما سيجري والكل خاسر من هذه منظومة العقوبات أعتقد أنه ستخسر أيضا شركات أوروبية وشركات أمريكية نحن نتحدث عن نظام دولي أكثر تفاعولا حضرتك يعني لا تعمل روسيا بمفرد هذه الإجراءات ستأخذ مزيدا من الوقت وبالتالي روسيا أعتقد أنها ستقع تحت خسائر عديدة لكنها لن تكون خسائر موجعة يعني الجانب الروسي تعايش مع منظومة عقوبات سابقة وتعامل مع حسم أن تجربة العقوبات كما تعلمي حضرتك في تجربة كوريا الشمالية وإيران لم تكن جيدة بالنسبة للسياسة الأمريكية وفي تقديري أن القادة الروس وضعوا تقديرات موقف كاملة قبل الذهاب إلى الحال العسكري للتعامل مع هذه المنظومة من العقوبات التي كانت متوقعة لأنه كان هناك أدوات وأليات ومنظومات أخرى إذا أردت أن توجع فيها الجانب الروسي ليس فقط قطاع النفط أو الغاز أو ما إلى ذلك لكن هذه القطاعات هي القطاعات المؤسرة في بنية الاقتصاد الروسي حضرتك وليس الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية نعم شكرا جزيلا لك الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية كان معنا من القاهرة سيطر على القارب من الطريق أدوات وأضف المطاريات المتحدة أستطيع أن تحسين للمسارة للمسارة المتحدة الأخرى سيطر على أفضل الخير للمسارة المتحدة يمكنني أن تكون من السياسية سيطر على أفضل حذرت بولندا من أنها ستكون الخطوة التالية لروسيا بعد أوكرانيا من جهته قال الرئيس البولندي أنجي دودا أن المجتمع الدولي يأمل بألا يجرؤ بوتين على استخدام أي شكل من أشكال الأسلحات النووية وقال أن حدثا كهذا قرار سيجبر قادة الناتو على تفكير بردة فعل جدية يأمل الجميع بألا يجرؤ بوتين على هذا الفعل وأن لا يستخدم أسلحة دمار شامل ولا أسلحة كيميائية ولا أسلحة بيولوجية ولا أي شكل من أشكال الأسلحة النووية وكما نقول في بولندا إذا كان يستخدم أي أسلحة دمار شامل فسيكون هذا تغييرا لللعبة في كل شيء وسيتعين على قادة الناتو بقيادة الولايات المتحدة الجلوس على الطاولة وسيتعين عليهم أيضا التفكير بجدية فيما يجب عليهم فعله لأنه بعد ذلك يبدأ الأمر في أن يصبح خطيرا ليس فقط على أوروبا أو لمنطقتنا بل لكل العالم في السياق ذاته تحدثت عضوة البرلمان الأوكراني ليزيا فاسيلينكو عن هجوم محتمل من قبل روسيا على بولندا ووصفت الأمر بأنه مسألة وقت وفي مقابلة مع سكاينيوز البريطانية قالت فاسيلينكو أن مسؤولية قيادة الحلف المناهض لبوتن في أوروبا الشرقية تقع على عاتق بريطانيا من أجل السؤال أن تكون قوالية الأسفلية المنزلية التي تصبح في أوروبا السلطفة ومسؤولة المناهضة غير مقابلة لأن بعد رسيا لا تتوقف لما يقوم بها وأنهم ستقوم بالنزل من قبل رساليين للأوروبا السلطفة وأن تتحق بها المنزل من قبل رساليهم هذا هو إصبع الهدارات على الأوروبية وعال أوروبا أوروبا معنا الآن مشاهدين من موسكو الكاتب السياسي بسام البني أهلا بك أستاذ بسام معنا أستاذ بسام ما هو تعليقكم على هذه التحذيرات هذه المخاوف من أنه بالفعل الهدف التالي بعد أوكرانيا بالنسبة لروسيا سيكون بولندا إلى أي مدى هذه المخاوف لها أساس حقيقي من الصحة يعني باعتقاد روسيا لن تذهب في الحرب على دول الناتو إذا ما انتهت من أوكرانيا بل ستدعو الناتو لحوار جدي بشروط جديدة بعد أن سحب ريباكوف الضمانات الأمنية والشروط الأمنية التي فرضتها روسيا قبل بداية الأزمة في أوكرانيا الحرب مباشرة لا تقوم بهكذا هم سيدعونا الناتو من أجل مناقشة شروط إضافية وإن قبل الناتو قبل إن لم يقبل إذا أعرف ماذا سيكون الرد حتى الآن ليس هناك مؤشرات هنا حسب الصحافة والفصريحات الروسية أن روسيا ستذهب في الحرب نحو الناتو كل ما تريده روسيا اليوم هو تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها ونزع النازية ماذا يقال في وسائل الأعلام الروسية حول هذه العملية العسكرية حول تقدمها خصوصا وأن كل التوقعات كانت بأنها ستحسن في غضون فترة قليلة ولكن الآن هذه العملية العسكرية تدخل أو هي في منتصف أسبوعها الثالث يعني خلينا نكون صريحين لم يصرح أحد من روسيا أن هذه الحملة العسكرية ستكون سريعة قالوا لها أهداف يجب تحقيقها لا من محدد أحد الوقت ولا ننسى أن أوكرانيا هي دولة كبيرة وهي ثالث أكبر دولة في أوروبا بعد روسيا وألمانيا 630 ألف كيلومتر مربع لا يمكن أن تسيطري عليها بهذه السرعة نتذكر كلنا عندما ابتحمت الولايات المتحدة الأمريكية العراق بعد قصر شديد ثلاث أسابيع أخذت من البصرة لبغداد دخولها يعني والمسافة أقصر بكثير والمساحة أقل بكثير هذه العمليات العسكرية لها أهداف محددة وأضف إلى ذلك أن روسيا لا تستخدم كل الآلة العسكرية الخاصة بها تستخدم 20% ماكسيموم من حجم الآلة العسكرية والنوعية المستخدمة من السلاح ولا تدمر المدن وتحاول أن يكون ضحايا المدنيين والبنية التحتية المدنية بأقل خسائر ممكنة الشيء اللافت اليوم هو القصف في منطقة الفوك وهي المنطقة الغربية التي اعتقد الغرب أن روسيا لن تمسها بأذى وقد تم قتل 180 مرتزق ومنهم أجانب كسر هذه نقطة التحول أما عن موضوع سؤالك حول كم ستستمر المدة والصحف الروسية الصحف الروسية هنا تتحدث عن أن أحد الخبراء لفت نظري أنه قال أنها ستستمر حتى تموز يعني ممكن أن تنتهي الأعمال العسكرية نهائيا في أوكرانيا هي في وسط تموز تقريبا هذه من ناحية من ناحية أخرى روسيا مستعدة لإيقاف إطلاق النار إذا ما قبلت روسيا بالشروط التي وضعتها لأهداف هذه الحمل العسكرية كان هناك تصريح من الكراملين بأنه في الغد سيتم استئناف المفاوضات ما بين الجانبين ماذا تتوقع أستاذ بسام من هذه المفاوضات؟ مع أنه هي جارية منذ عدة أيام لن تتوصل إلى أي نتيجة خصوصا وأنه يعني كل الطرفين لديه شروط والطرف الآخر يرى بأن هذه الشروط غير معقولة حسب تصريح تسولسكي الذي أعب الوفد المفاوض والروسي قال أنه يمكن أن نصل إلى توقيع بعض الوسائق هذا يعني أنه لن يتم التوقيع الكامل على إنهاء الحرب والمقصود بالوسائق قراءتي أنا لهذا التلميح هو أنه قد يتم الاتفاق على ممرات دائمة للمدنيين يعني التوقيع على أوراق الاتفاقيات السابقة حول الممرات الآمنية يتم توقيعها على ورق من أجل الالتزام لأننا شاهدنا في الأيام الأخيرة أن الجهتين يعني يتهمون بعضهم البعض بأنهم لا يمررون المدنيين لا باتجاه روسيا ولا باتجاه أوكرانيا أوكرانيا تقول أن روسيا يمنعون المدنيين للخروج باتجاه أوكرانيا والعكس صحيح نعم قد يكون هناك توقيع لهذه الوسائق هذا أكثر شيء أتوقع من المفاوضات الغد لأن روسيا لم تتراجع حتى اللحظة عن المطالب الأساسية التي أرادتها من وراء هذه الحمل العسكري نعم شكرا جزيلا لك من موسكو الكاتب السياسي بسام البني أي مسار تقودنا إلي هذه الأزمة هل نحن أمام صفحة جديدة من التاريخ من سيخرج منتصرا ومن ستقهره هذه الحرب كيف ستتغير العلاقات الدولية بعد هذا الصراع وما طبيعة التحالفات التي ستتشكل مشاهد غير مألوفة في أوروبا قد تترك أثرا يمتد لسنوات تابع أهم الأخبار العالمية لتعرف تطورات الأحداث ميدانيا وسياسيا واقتصاديا تركت موسكو أنها لم تقضع للتهديدات الأمريكية بالعقوبة قلالها الأزمة الأوكرانية قلال 24 ساعة فقط لمرحلة جديدة من النظام الدولي ألا يجعلنا هذا في أجواء حرب عالمية؟ أعلنت بلدية ماريو بول أن أكثر من 2100 من سكان المدينة قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا تقع مدينة ماريو بول المحاصرة من القوات الروسية شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا من جهته قال رئيس مركز قيادة الدفاع الروسي أن الوضع الإنساني في ماريو بول يزدد صعوبة مؤكد أن تصرفات الحكومة الأوكرانية تشير إلى عدم الاكتراث إلى شعبها كييف تحضر على صعوبة الروسية في الأتنى أوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن 125 ألف أكراني تم إجلاوهم عبر الممرات الإنسانية حتى الآن مشيرا في الوقت ذاته إلى تحرك أرتال من المساعدات الإنسانية إلى ماريو بول وفي بولندا أعلنت رئيسة الوزراء دخول مليون وستمائة وخمسة وسبعين الفلاجئ إلى البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قالت إن حرس الحدود البولندي سمح بدخول 79 ألف وثمانمائة شخص أمس فقط في الوقت الذي تدخل فيه العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا يومها الثامن عشر من جهته توقع الرئيس البولندي أن يصل عدد الفرين من أوكرانيا إلى نحو خمسة ملايين وقال إن أكثر من نصف اللاجئين الذين غادروا أوكرانيا هم الآن في بولندا وفقا للخبراء قد يصل عدد الفرين من أوكرانيا إلى خمسة ملايين الشخص بالطبع لسنا البلد الوحيد الذي يستقبلهم لأن رومانيا التي تشترك في الحدود مع أوكرانيا تستقبل أيضا اللاجئين والمجر لها حدود مع أوكرانيا أيضا أكثر من نصف جميع اللاجئين الذين غادروا أوكرانيا هم في بولندا تخيل فقط أننا سنحصل على مليونين وخمسمائة ألف بالنسبة لي هو أمر صعب التخيل داخل أوكرانيا تحولت ممرات عبور النازحين إلى ممرات لنقل الموتة في إربن حيث تعرضت المدينة لقصف عنيف بغارة جوية روسية اشتدت المعارك ليلا وفي الصباح توقف إطلاق النار بعد اتفاق من الجانبين لإجلاء السكان عبر ممرات إنسانية من أربن إلى كييف شمال غرب ووصولا إلى وسط كييف نزح الأوكران بعد أن شقوا طريقهم عبر الشوارع والجسور المتضررة إلى مركبات الإجلاء التي حملتهم إلى مراكز الإغاثة وتقول الأمم المتحدة إن مليونين وستمائة ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى دول مجاورة بينهم مليون وستمائة وخمسة وسبعون ألف لاجئ أوكراني استقبلتهم بولندا خلال الثمانية عشر يوما منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بحسب ما أعلنت السلطات هناك والتي ذكرت أنه بالأمس فقط أدخل حرس الحدود البولندي نحو تسعة وسبعين ألفا وثمانمائة شخص جاءوا من أوكرانيا بالداخل تقول الأمم المتحدة إن أعداد النزحين أو المحاصرين يصل حوالي ثلاثة إلى أربعة ملايين أوكراني وتعد ماريو بول المدينة المحاصرة على الحفة الشرقية لأوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية واحدة من أصحب مناطق وصول قوافل المساعدات كرم حناوي العربية خضى فريق تشيلسي الإنجليزي اليوم مباراة ضد فريق نيو كاسل هي الأولى على ملعبه بعد العقوبات التي فردت قبل أيام على ملكه الروسي رومانا براموفيتش وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار لشرطة البريطانية وقد منحت الحكومة البريطانية في وقت سابق نادي تشيلسي ترخيصا خاصا لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم فيما تم يقف عملية بيع أبراموفيتش للنادي كما لن يسمح إلا لحامل التذاكر الموسمية الذهاب إلى المباريات وإتذاكر أخرى سيتم بيعها ستذهب عائدتها لصالح ضحايا الحرب في أوكرانيا هذا الموسم، أبراموفيتش's الموسم، كانت تسدون موسمة للأزرخين القدمية، لأنها تمتحس أخرى للأزرخين ولكن في الانتشارة المغربية، يجب أن يكون أخسعت إلى الواقع الحرب أنا أعتقد أن أي فاني ستحمي، اكتشفى الأيام نعني, لدينا من هناك فاني يخبط ومسق من العناة يسبب مستثمي بمجباريو حدث وتلقى ذلك فهلا سيكون فكرة رماضي فهلا سيئة فهلا سيئة و الهدف المجدد وهذا ما يؤمن بقباريو سهل و أجلس من اعتقد نعم 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 و اعتقد أنه لا يستهدق و هذا العور من أبيض وانا نعم نعم و هذا التعرض نعم نعم و ذهبه اشعر كما تكون عندما تسعود المتابعة آخر مسجدات الأزمة الأوكرانية وتطورات المتسارعة لهذا الملف مشاهدين يمكنكم مسح هذا الرمز الذي يظهر أمامكم على الشاشة الآن أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي خلال اجتماعه للبحث في الاعتداء الذي استدف مدينة أربيل برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الاعتداء بالصواريخ الذي انطلق من الأراضي الإيرانية وسدف مدينة أربيل يعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران مضيفا أن العراق أعلن مرارا رفضه لانتهاك سيادته واستخدام أراضيه لتصفية الحسابات بين الدول والجهات كما شدد المجلس على موقف العراق برفض استخدام أراضيها للاعتداء على دول الجوار أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة كردستان العراق وأكدت الخارجية السعودية وقوف المملكة إلى جانب العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه كما أدانت الخارجية البريطانية في بيان لها الهجوم مضيفة أن الهجوم الإيراني على أربيل انتهاك غير مبرر للسيادة العراقية مؤكدة مواصلة دعمها لأمن واستقرار العراق بما في ذلك أقليم كردستان العراق في اجتماع نادر بين الدولتين المتجاورتين لتين على خلاف بشأن قضايا الحدود البحرية والطاقة ووضع جزر بحر إيجا والهجرة أيضا عقد الرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني محادثات في اسطنبول وأقالت الرئاسة التركية أن أردوغان اتفق مع رئيس الوزراء اليوناني على استمرار فتح قنوات الاتصال على الرغم من الاختلاف والعمل على تحسين العلاقات الثنائية مضيفة أن الجانبين بحثال علاقات الثنائية والمتغيرات الدولية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا بيضا مشاهدين نأتي إلى ختام هذه الساعة طبعا التغطية مستمرة معكم وأترككم الآن مع زميلي طاهر في الساعة القادمة فضاليا طاهر شكرا لك راويا أهلا بكم مشاهدين شكرا لك